يا اهلا وسهلا بكم النهاردة حابين نتكلم عن موت الاسماك ايه سبب موت اسماك الزينة عندنا طبعا اسباب كتيرة جدا منها اول حاجة اول حاجة تقتل اسماك الزينة الروائح الروائح بتقتل السمك في التوي واللحظة يبقى انت ماينفعش ان انت تجيب معطر جوي وتحطه وتقعد ترش في القوضة وطبعا حود السمك مكشوف فبيقع بعض بعض الاشياء في حود السمك فبيقدي طبعا الى موت الاسماك يبقى عندنا اول حاجة بتموت السمك عدم تغيير المية وتعفن الماء وارتفاع السموم في الماء تاني حاجة الروائح تالت حاجة قلة الطعام ممكن واحد يقول لك مسلا ايه يقول لك انا مش هقدم للسمك اكل خالص قال له مسلا ايه حبيتين مسلا في الاسبوع طبعا ده بيموت الايه بيموت السمك بيضعف ملعته احنا بنقول ان انت حط العلف حط العلف يعني بايه بقدري متوسط يعني خير الامور الوسط ولو انت حطيت علف زيادة عن اللزوم والسمك مكلوش في الحالة دي انت يجب عليك انت تغير المية لان العلف الزائد دهوت لو انت سبته طبعا يعني السمك شبع طبعا ساب العلف الزائد دهوت فبيحصل تعفن بيعمل طفيلات ويعمل سموم تتراكم في الماء فبالتالي يسبب لك موت السمك فلازم لما تجي تعرف اعلب بقدري بقدري وسط فكتر الوضع الطعام مش هو اللي بيموت السمك لا ده ده الفضلات الباقية من الطعام هي اللي بتعمل مشاكل وبتقدي الى عفن الماء وبالتالي بتقدي الى موت السمك فانت تراعي ان انت تحط للسمك الطعام على قده على مقدار المية كفية ولما يكون جعان حاجة بسيطة احسن ما يكون يعني ايه ساب الاكل والاكل ده يعمل مشاكل عندنا ايضا يجب علينا ان احنا لما ناجي نغسل حد السمك ونحط المية للسمك لازم المية تكون مية مركونة ما ينفعش ان انت تجيب مية عادية وتقوم حطيتها على طول من الحنفية دي ايضا من اسباب موت سمك الزينة فخلي بالكم من النقطة دي كويس قوي لو حطيت مية من الحنفية مباشرة فيها نسبة القرور عالية فبيحصل ان السمك بيموت ما بيتحملش فلازم المية تكون مركونة ولازم بقى ان انت كل فترة تحاول ان انت تزود شوية مية يعني مثلا كل يومين تحط كبايتين مية زيادة كل يومين تحط كبايتين مية زيادة ايضا اضافة الملح في حوض السمك فاضافة الملح في حوض السمك بيقضي على العفن وبيساعد في انتاج المادة المخاطية التي تغطي السمكة وتحميها يعني انت حضرتك لو جيت تمسك السمكة تلاقي فيها مادة كده لازجة مادة مخاطية طول ما المية نضيفها المادة دي بكسرة على السمكة بتحميها من الطفيلات وبتحميها من المشاكل والتقرحات ولما تضيف تضيف معلقة معلقة ملح على كل 4 لتل ماء على كل 4 لتل مية تحط معلقة ملح ده بيساعد على انتاج المادة المخاطية يساعد ايضا وضع الملح على التقليل في مستوى السموم في الماء مثل الامنيو يبقى انت لما تحط الملح بتقلل من مستوى السم اللي موجود في الماء ايضا بيقضي على التحالب ويقللها فياريت نحط ملح بس حاجة بسطة جدا ما تكترش معلقة صغيرة جدا على كل 4 لتل ماء ده ايضا يعني ايه هيقضي على البكتيريا وعلى الطفيلات الموجودة في حوض السمك وبالشكل ده هوت بنكون حمينا السمك من الموت المفاجئ بسبب الاخطاء اللي احنا بنرتكبها وياريت محدش يقعد يحط قده في حوض السمك ويمسك السمكة بقديه لان ممكن تكون قديه فيها ريحة او فيها غير ذلك فده مشكلة كبيرة فنحافظ على السمك وبالشكل ده السمك هيعيش معانا مدة اطول بفضل الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة